حياكم الله معكم أخوكم عبد الله وصلى الله عز وجل منه وكرم يتقبل منا جميعا هذه الصلاة المكتوبة التي لها عشرة فضائل هي صلاة الفجر خصت هذه الصلاة بفضائل كثيرة لأنها تختلف عن باقي الصلوات فباقي الصلوات تصليها بكل سهولة ولكن هذه الصلاة تحتاج أنك تجاهد نفسك لها قد تكون نايم مرتاح في نومك ولكن تحتاج أنك تقوم لتصلي وبإذن الله عز وجل رح نتعرف على الفضائل التي اختصت بها هذه الصلاة أولا النور التام يوم القيامة المصلي منذ أن يخرج من المنزل إلى أن يصل إلى المسجد فهو يتقلب بالبشريات وسيكون من أهل النور التام يوم القيامة قال النبي صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة والمقصود بها صلاة الفجر البشارة الثانية أن ركعتي السنة خير من الدنيا وما فيها قال النبي صلى الله عليه وسلم ركعتها الفجر خير من الدنيا وما فيها والمقصود بها السنة فما بالك بالفريضة البشارة الثالثة أن المنتظر لصلاة الفجر هو في صلاة حتى يؤديها قال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته إلى المسجد في كل خطوة يخطوها عشر حسنات والقاعد في المسجد ينتظر الصلاة كالقانة ويكتب من المصلين حتى يرجع إلى بيته البشارة الرابعة أن الملائكة تشهد له تأمل معي من يشهد لك هم الملائكة قال الله تبارك وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا مشهودا أي أن الملائكة تشهد له والمفرط لصلاة الفجر ليس له شهود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال تجتمع ملائكة الليل والنهار في صلاة الفجر ثم يقول أبو هريرة فاقرأوا إن شئتم إن قرآن الفجر كان مشهودا البشارة الخامسة وهي دخول الجنة والنجاة من النار قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يلجى النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها أي صلاة الفجر وصلاة العصر البشارة السادسة وهي رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة فعن جرير رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى القمر ليلة أي يعني ليلة البد فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ففعلوا أي صلاة الفجر وصلاة العصر البشارة السابعة وهو أن تنال أجر قيام الليل تأخذ أجر كأنك قمت الليل كله قال صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأن مقام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأن مقام الليل كله البشارة الثامنة أن الملائكة تدعو لك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى الفجر ثم جلس في مصلاة صلت عليه الملائكة وصلاتهم عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه تأمل معي أن الملائكة تدعو لك البشارة التاسعة أنك تنال أجر الحج والعمرة قال صلى الله عليه وسلم من صلى الغدات في جماعة أي صلاة الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة 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 البشارة العاشرة وهي أن تكون في ذمة الله قال صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله فهذه عشر فضائل تتحصل لمن يصلي صلاة الفجر